لسيد نائب مولود برقايو باسم فريق تجبع الدستوري اشتركوا في القناة السيد الرئيس المحترم السيد الوزير المحترم السيدان الوزيران المحترمين السيدات والسادة النواب المحترمين لعظيم الشرف ان اتدخل باسم فريق التجمع الدستوري في مناقصة مشروع قانون اطار رقم 69-19 يتعلق بالاصلاح جبائي بعد مناقشته والتصويت عليه في لجنات المالية والتنمية الاقتصادية مشروع يرتكز في مضمونه واهدافه على تسيد مبادئ وروح دستور سنة 2011 كالمساواة والعدالة والانصاف في تحمل التكاليف العمومية والتضامن الوطني والاجتماعي وفي المناسبة أولاً بغينت من أنهني السيد الوزير على التفاعل والتعاون مع اللجنة بفرقها معارضة واغلبية وكذلك ما سمن سوى السيبوان 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 عبدالله التهوى لكسب واحد الخبرة في تسيير التدبير لجنة المالية نشكره كذلك وأشكر كل أعضاء اللجنة دائماً سيد وزير السيد رئيس يأتي هذا الورش الإصلاحي الجبائي تتويجاً لمسلسل التطورات والمكاسب التي حققها بلادنا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والبيئية والتقافية وانسجاماً مع الانتزامات الدولية لبلادنا والتزاماً بتحقيق أهداف الانتزامة المستدامة والتماسك الاجتماعي وإدماس جميع مكونات المجتمع ونشاطاته في الدورتين المالية والجبائية ونذكر من المنسبة أن آخر إصلاح جبائي يعود لسنة 1984 حيث أعطى أكله وكان متجاوباً مع المرحلة السابقة متجاوباً مع المرحلة السابقة واليوم أصبح لزاماً علينا الشروع في تحيين وتعديد منظومتنا الجبائية عبر مسلسل من الحلقات والمناظرات والمشاورات مع المهنيين والمنتجين والشركاء الجبائيين والمهتمين كما كان آخرها المناظرة الوطنية الملعقدة في مي 2019 والتي تمخذت عنها جملة من التوصيات الإصلاحية تم إدماجها وأخذها بعلا إعتبار في هذا المشروع واعتباراً لما سبق تم تقديم هذا المشروع قانون إطار رقم 960-19 بنفس إصلاحي متناغي مع توجهات أوراش المملكة وحاجيات المجتمع المغربي بقيادة جلالة الملك نصر الله مجتمع يعيش على وقع تحولات تكنولوجيا رقمية وتقافية وديمغرافية وقيمية ومجالية يجب أخذها بعلا إعتبار سيد رئيس إن اعتمادنا لهذا الورش الإصلاحي سيوفر تعطيراً جديداً للسياسة الجبائية المطلوبة لإرصاء نظام جبائي عادي ومنصف وشفاف ومتناسق مرتكز على خمس أولويات تلبي متطلبات لمرحلة القادمة لبلادنا وتحدياتها وذلك من خلال أول تزيز وتشجيع لاستثمار المنتج والمولد لفرص الصغل الجيد تزيز العدالة الاجتماعية والتضامن والتماسك الاجتماعي والحد من الفوارق المخلة بالتوازن الاجتماعي ترصيخ العدالة المجالية والجهوية والتنمية الترابية الشاملة تكريس وترصيخ اتقى بين الإدارة الضريبية مع المرتفقين والرفع من نجاعة وفعالية الإدارة الضريبية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والممارسات الفضلة لدى الشعوب الأخرى إذا السلوك الضريب ونرى في فريقنا أن البعد الإصلاحي العميق لهذا المشروع يتجل بالحصوص في الأهداف التالية وتعميم الشمول الضريب المنصف والتصدي للتهرب والغيش الضريبي مع عقلنة نسب الضريبي الغير المتوازن تحفيزا لإقبال الضريبي الطوعي واستدامة المداخل الضريبي وندعو في فريقنا إلى الأخذ بأسلوب الربط بين المساهمة الجباعية وجني طمارية هذه المساهمة في شكل هائل لولوج إلى الاستفادة من الخدمات المرفقية المسيرة والجهيزات الأساسية المهممة والمتناسبة مع العبء الضريبي الذي يتحمله المزمون إنما كانوا مجاليا وتلمسا للآطار الإيجابية للمساهمة الجبائية على وقع الحياة اليومية ومن إيجابية هذا المسروع قانون إطار إعادة النظر في الجبايات المحلية التي تعاني من التعدد والتنوع 28 ضريبة محلية وصعوبة الإصدار والتحصيل بسبب ضعف إدارة ضريبية المحلية مقارنة مع سهولة الإصدار والتحصيل الضريبي المركزي والجمرقي وذلك بفضل وجود تدبير جيد وإدارة متمرسة ومستوعبة للتطور القانوني والرقمي لمدونة الضرائب والجمارك وآليتهم البعد الاجتماعي الإدماج للقطاع الغير المهيكل في المنظومة الجبائية وتوخيا لفعالية هذا المرتكس يدعو فريق تجمع الدستري لفتح حوار ممنهج وتواصل وشفافية في تدبير عملية الإدماج والتميز بين حالة الاختباء في القطاع الغير المهيكل تهربا وغشا ضريبيا بين المكرهلين على ممارسة النشاط الغير المهيكل مع الإلحاق على أمل التواصل والإعلان عن ما يتم تقديمه من حوافز لفائدة هذا القطاع عبر القواني المالي الآخرة خصوصا تدابير 2021 الربط بين دعم البحث العلمي والحوافز الجبائية تشجيعا لاحتضان بلادنا لملاكز البحث العلمي واستقطاب الكفاءات المغربية المنتشرة عالمية واستراعا لمكانة وترتيب المغرب على المستوى القاري والدولي في مزال تشجيع البحث العلمي حيث كالنفر رتبة الثالثة سنة 2001 ونحن نقول لنفر رتبة السابعة 2021 ففي تركيا على سبيل المثال ما يتم إنفاقه على البحث العلمي يتم خصمه مضاعفا تضريبيا عقلنا المصارف الجبائية وتقييم أطاره ونتائجها على القطاعات المستفيدة منها من أجل هذا نصادق في فريقنا على هذا المشروع الإصلاحي ونمر إلى الورش الإصلاحي التاني الكبير والمتعلق بقطع المؤسسات والمقاولات العمومية إن تناولا لقطع المؤسسات والمقاولات العمومية بالإصلاح وإعادة النظر هو خطوة شجاعة وانتقال نوعي إلى الأمام للدراع ليمنى للدولة في إنزاج مشاريع التنمية وتنفيذ السياسات العامة والقطاعية وتدبير المحفظة العامة للدولة ومساعدتهم أولا السياق العام بمواطرة الملكية سامية بمناسبة لقاء خطاب العرش بتاريخ 29 نيوز 2020 وبمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية يوم 9 أكتوبر 2020 حيث أعطى جلالة الملك توجهاته لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام وإحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة آداء المؤسسات والمقاولات العمومية لقد أصبح قطع المؤسسات والمقاولات العمومية في وضعه الحالي جزءا من النموذج الاقتصادي المنتهي صلاحيته وبالتالي فإصلاحه عند رجو ضمن مستلزمات النموذج النموذج الجديد للرفع من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع وتجاوز اختلالات الهيكلية المعيقة لحسن آدائه وانسجام مهامه تقرير المجلس أعلى الحسابات قدمت خيصا دقيقا لأوضع المؤسسات والمقاولتهم وأبرز نقاط القوة والضعف والاقتلالات التي يعاني منها القطاع كما ساهم البرنامج بدوره في تصليط الأضواء على هذا القطاع عبر مجموعة من المبادرة تقييم المتمتلة في لجنة تقصي الحقائق المنصبة على بعض المؤسسات والمقاولة العامة المهام الاستطلاعية وتقرير لجنة المراقبات المالية العمومية جالسات الاستماع والأسئلة البرنامج التي تنولت العديد من هذه المؤسسات والمقاولات واقع المحفظة العامة للدولة ومساهمتها من حيث تضخم عدد مؤسسات وشركات الدولة والشركات التابعة ومدافع عالية هذا الحجم الضخم من الوحدات التي تتجاوز 720 واحدة مؤسسة ومقاولة حيث تتيح لنا مركة وزارة الاقتصاد والمالية إمكانية متابعة نتائج نصطها بالأرقام والمؤشرات المصاحبة لمشاريع القوانين المالية السنوية والتي تتم مناقش تفاف مختلف اللجل علما أن حوالي التلتي لاستثمار العمومية يتم إنجازها عبر شبكة المؤسسات والمقاولات العمومية وأن النسبة الكبيرة من المديوني العمومية تعود لهذه المؤسسات والمقاولات العمومية بضمانة من الدولة ثانيا مشروع قانون إطار بنفس إصلاحي مهيكل ومجدد وفي هذا الإطار يقدم مشروع قانون المالية على الإطار رقم 5021 برنامجا متكاملا لأهدت هيكلة قطع المؤسسات والمقاولات العمومية وفق مجموعة من الحلول القانونية حسب أوضاع وأحوال هذه المؤسسات والمقاولات وذلك إما بالحل والتصفية النهائية بالتجميع ثم بالإدماج ثم التحويل إلى شركة المساعدة أما المؤسسات السليمة أو الخاضعة للتجميع أو الإدماج فستخدر نظام جديد للرقابة المالية وإعادة لهي كلام مع إخضاع شبكة هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لآليات ضامنة لانسزامها وتناسقها وتكامل أنشطتها تحقيقا للرفع من أدائها وحكامة تبيرها وتزيز تقافة الأدام النتائج والأدام كما يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان انتقال المقاولات العمومية للنظام الحكام الحكام القائم على انتصاب مجالس إدارية تحترق أسات رؤساء مديرين عامين تحديدا لمسؤولية تبيرها وحرصها في المخاطب بين المسيرين فعليا السيد رئيس إن من متطلبة تنزيل إصلاحات القطاع الإصراع باعتماد إحداث الوكالة الوطنية التدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة إصلاح وإعادة حيكلة وحدات قطاع المؤسسة ومقالات العمومية تحديد وإصلاح نظام الخوصصة وتحويل المنشآت والمساهمة ذات الطبيعة التنافسية إلى القطاع الخاص إصلاح وتحديد وملأمة نظام الحكام والمراقبة المالية وترشيد النفقات العمومية وضع وإعداد النصوص القانونية والتنظيمية لمكابة تطير متطلبات لهيكلة جديدة وحسن التنظيم وتدبير هذه المرافق سيد الرئيس سيد الوزير ونحن نناقش هذا المسروع قانون إطار تحضرنا مجموعة من التساؤلات المترتبة عن آثار الاجتماعية والقانونية للأمليات الإصلاحية التي انطلاقا من بعض التجارب السابقة خصوصا ما يترتبوا عن عمليات صفية النهائية وإدماج وتجميع بعض المؤسسات والمقاولات أو تحويلها إلى شركات مساهمة وذلك بخصوص عنصرين أساسيا هو الموارد البشرية ومآلها علما بأن القطاع يتحمل وجود موظفين أشبه ومزايا وظيفية وأجور ضخمة وفي نفس الوقت يضم مكفاءات عالية وبمؤهلات زيدة وإذ يثمن عاليا ما أعلنه السيد الوزير المحترم والمقتدير من التصدي للريع الوظيفي والأشباع في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ونطلب منكم السيد الوزير تعميم هذا القرار الشجاع ليشمل قطاعات إدارية ريعية أخرى سواء في إدارة المركزية أو ترابية أو مصالح تابعة للدولة وتحرير المناصب التي يستفيد منها الأشباع لفائدة الكفاءات والخريجين العاطلين الذين ينتظرون دورهم للدماج في الحدمة العمومية العنصة الثانية هم ممتلكات وقيام منشآت التي ستعرض للتفويت وذلك بالحرص على تقييم أرصدت هذه المنشآت وممتلكاتها العقارية والمادية واللامادية وعدم تفريط في تتمين وتقدير هذه الممتلكات والقيام وذلك تفادي لتكرار بعض الممارسة التي عرفت التجربة السابقة للحوصصة خلال التسعينات وبداية الألفية الثالثة إن الهدف الأساسي من هذا الوش الإصلاحي هو تحديد الأدوار والمسؤوليات والوسائل وتوزيع بين الدولة ومكوناتها وشركائها بكل وضوح وتكامل وتناسق على أساس مبادئ الحكامة الجيدة والنتائج وربط هذه النتائج بالمسؤولية والمحاسبة واحترام القوانين والضوابيط المعتمدة وتوخيط تحقيق المنفع العامة والقطع مع عبر المال العام والمؤسسات والعيئات المستنزفة للموارد العمومية بدون مردودية وبدون نتائج مرضية ونعتقد في فريقنا أن تحقيق هذه الأهداف هو وجه من أوجه الدخول في نموذج تنموي واقتصادي جديد معزز لحزمة من الإصلاحات الاجتماعية والصحية والطرابية والإدارية للسنوات المقبلة التي تنتظر كل من الحكومات والبرمان القادمين لأجل ذلك فإننا نعبر عن تصويتنا بالإيجاب على هذا المسروع قانون الإطار المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية سيد الوزير تنأكدوا على المغضفين الأشباح بأن التجاريب أعطت وعلى المؤسسات والممتلكات هذه الشركات العمومية التي لا تبقى هذا إشكال وإشكال وردنا من الإصلاحات القادمة لا ننبعوش أنتحوا فيه الله يجزيكم أن تطلبوا منكم المجهود كما تعرفون فيكم الكفاء أو تعرفون فيكم الشفافية والله يفقكم وشكرا شكرا سيد نائب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر